بعد تسعيد دام عدة أسابيع أساتذة التعليم الإبتداء وفي خطوة مفاجئة يقررون تراجع الموقفهم والذي كان متجها نحو إضراب المفتوح حيث خلص اجتماع ممثلية تنسيقية السبت لتقليص أيام الإضراب من ثلاثة أيام إلى يوم واحد فقط والذي سيكون الأربعة من كل أسبوع لكن واستثناء إضراب هذا الأسبوع سيكون الاثنين تضامنا مع أساتذة مدرسة العرب تبسي بعين بنيا بالعاصمة مع تنظيم وقف احتجاجية أمام مقر مديرية التربية للجزائر غرب الأساتذة منع من الدخول للمدرسة من قبل المديرة وهو ما اعتبره الأساتذة خرقا صارخا للقوانين من جهة أخرى قرر المعلمون تنظيم مسيرة وطنية نحو وزارة التربية بالمورادية نهاية شهر فيفري الجاري كما وجهوا نداء لأساتذة الطورين المتوسط والثانوي وكذا الأولياء من أجل دعمهم والوقوف بجانبهم مصادر مؤكدات تفيد أن إضراب الابتدائيات بدأ يعرف تراجعا معتبرا وهذا على خلفية الخصم من الأجور التي انتهجتها وزارة التربية الوطنية زيادة على حرمان الأساتذة المضربين من منحة المردودية وهو ما تسبب في تراجع العديد من المعلمين عن الإضراب حيث وصلت قيمة الخصم من الراتب في العديد من الولايات إلى عشرين ألف دينار في الراتب الواحد يبدو أن قوات انتفاضة السادس أكتوبر كما يطلق عليها معلمات طور الابتدائي تتجه نحو التراجع كل هذا وصمت الوزارة الوصية متواصل